بمناسبة قرب حلول عيد الأطحى المباركة أمر صاحب سمو الشيخ خليفة بن زيدال انهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه بالإفراج عن 855 نزيلا من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقبية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة وتكفل سموه بتزديد الغرامات المالية وأتات هذه المكرمة السامية في إطار المبادرات الإنسانية لدى دولة الإمارات والتي تستند إلى قيم العفو والتسامح وإعطاء نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقبية فرصة التغيير نحو الأفضل والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم